أكد باحثون وأطباء أن أولى اختبار تشخيصي جزئيه المغربي 100% لالتهاب الكبد الوبائي سي سيتيح الكشف المبكر عن المرض فضلا عن حماية جزء كبير من السكان وجاء ذلك خلال لقاء تم تنظيمه بمبادرة من المؤسسة المغربية للعلم المتقدم والابتكار والأبحاث مسير حول القضاء على التهاب الكبد الوبائي السي في إفريقيا لماذا وكيف هذا الاختبار التشخيصي لالتهاب الكبد الوبائي السي ذو أهمية كبيرة وسيمكن من التشخيص المبكر وإنقاذ أرواح الكثيرين قبل ظهور المضاعفات وعلاجات التهاب الكبد الفيروسي السي فعالة إطلاق وإنتاج وتسويق أول اختبار تشخيصي جزئي للتهاب الكبد الوبائي السي يشكل تقدما ملحوظا في مجال التكنولوجيا الحيوية المتقدمة في المغرب وعلاجات التهاب الكبد الفيروسي السي فعالة ومتاحة خاصة أنها تصنع في المغرب بأسعار معقولة وتهدف هذه الاختبارات التي أطلقتها شركة مولدياغ وفق أفضل المعايير العالمية وبدرجة عالية من الكفاءة والدقة وبتكاليف مضبوطة إلى المساهمة في الأمن الصحي للمملكة وتزويد الممارسين والمعالجين بوسائل سريعة وفعالة يمكن الحصول عليها مؤسسة مصير تهدف إلى تعزيز وتنمية أقطاب البحث والتطوير العلمي في المغرب كما أنها تتوفر على خبرة تمتد لعشرة سنوات وتمكنت من تطوير العديد من الاختبارات لتشخيص العديد من الأمراض كسرطان الدم والبروستات أهمية هذا التطوير هو أنه نتيجة البحث العلمي مغربي 100% كما أنت بها المؤسسة والذي رأيت خبرة خلال عشرة سنوات الأخيرة فيما يخص الأطقم التشخيص بالتقنيات الـ RT-PCR خلال السنوات الأخيرة مثلا أعطينا الانطلاقة للتصنع على نطاق واسع لتقم التشخيص الكوبيد والآن أعطينا الانطلاقة للتصنع لهذا التقم الذي يهم مرضى السائد بالنسبة للمغرب الذي يهم حوالي 1.5% إلى 1.5% من الساكينة وتعد مؤسسة مصير التي هي عبارة عن مركز أبحاث مقره في الرباط وبنقرير تابع لجامعة محمد من السادس متعددة التخصصات بمثابة مؤسسة تهدف إلى تعزيز وتنمية أقطاب البحث والتطوير العلمي في المغرب لتلبية حاجية البلاد في ميدان التقنيات المتقدمة